اشتركوا في القناة بسم الله على بركة الله بديت هنا بوحد معلقة كبيرة ديال الخميرة وهنا اخذت واحد الكاس ديال العنباء ولكن اخذت الربع ديالو ديال السكر صاني دا حبيبات يعني اللي بغا يدير كاس ولا نص كاس يدير على حسب القياس اللي بغا وضفت ليها كاس ونص ديال الحليب دافي شي شوية صافي وحركتم زيان وغطيتم خليتم يخمر واحد شوية واحد اجد قايا قاكك نصخنو مع الجو بارد واحد شوية بشي من ديالو لفوطة اللي كان المهمة نارا كيف ما كتشوفو راها المهمة خمرات واحد شوية دابا هنا نبدو نضيفو المقادير الاخرى هنا واحد نسكاس ديال الزيت زيت نباتية وغادي نضير واحد بيضة كاملة وبيضة غا نضير غير البيض ديالها وغا نخليص صفار باش ندهن بيال قريسات وغادي نضيف نحركو مزيان ونضيف واحد صاشية ديال الفاني ومن بعد نزيد واحد للمعلقة كبيرة ديال النفع وزنج لمنقيين ومغسولين هدي كا اضافة اللي ما بغاش يديرها ما يديرها اش انا كايش بني يعني كي تجي في ايدك الدازوين الداخل وهنا غادي نضيف خمارة خمارة ديال للحلوة وغا نحركه مزيان ونضيفه الدقيق تدريجيين تقريبا عنديا الدقيق واحد خمسمائة دوران اربعات لكيسة انا ونص تقريبا ديال لينبا سوف نحركو شوية بشوية ومن بعد غادي نستعمل ليد ديالي باش نقدر نتحكم في العجينة نشوف القياس ديالها وهي مخصش العجينة مخصش تكون قاسحة تكون كتلسق ضروري باش كتجي خفيفة وهي الشيشة كيف ما كتشوفوا معانا مهم جمعتها انا نسيت الملح زيت واحد شوية دقيق وزيت شوية دلملح ونجمع العجينة ديالنا نجمعها بمزيان هكا يعني ما نضلكوها موالو وهي خصة ضروري تكون زي ما كنت تلسق ما تخافوش منها حت كي اللي كي يبلو العجينة كتلسق كيزيت دقيق كتولي عجينة ديال الخبز ماشي ديال البريوش صافي كتجمعها هكا عادي بلا دلك بلا تحاجة صافي كتنغطاوا ونغطاوا بش حاجة سخونة مع الجو بارد صافي واحدة قسمين هكا كما كاملاش كتلقيواها خمرات ويا كل ما خمرات كي جي القرشلات كي جيوز بيمنين وهي شاش من داخل خفاف صافي غادرنا اخدو العجينة ديالنا كيف ما كتشوفوا هي مطلوقة خامرة يعني سهلة باش نتكوروها كيف ما بغينا وهنا اخدينا ورق ديال زبدة يعني ورق اللي كان نستعمل في المطبخ كان نقطعوه على مربع القيس ديال الطاوة وكانت نهه كيف ما كتشوفو في الفيديو هكا كي سهل ليا الخدمة صافي غادي نقطعوه لجنب ديالو ونحتر راس ديال داك الورق في في الوسط ديال المقلع ديال عفوان طاوة صافي وادك شيلي شايط غادي نقطعوه مقاد صافي كي يجي داير على المقلع سهل هادي غير فكرة بغيت نشاركها معكم وصافي يعني المهم واللي بغي يدير غير الزيت والطحين والمهم اللي كان كل واحده كيفاش كي طيب في الطاوة ديالو المهم غادي نقرسو القرس ديالنا قرسات صغار ولا كبار ولا متوسطين المهم كل واحده كيفاش بغي يقرس ومن الافضل صغار حيث انا درتهم كبار ودرت الصغار صدقو لي الصغار حسنا من الكبار يعني الكبار كتجي وحده كبيرة يعني بحي يدوها الدراري للمدراسة مزيانة يعني كتنفع اما كبنسبة في الدار مزيانة لحطة ايلا بوتي تحطيهم مع الحلوة ولا ماشي حاجة في لقوت ديالك ولا كيكونوا صغورين زبونين صافي كيف ما كنتشوفوا هكا يعني نحطوهم بعدين واحد شوية انا وخحطتهم بعدين يعني مع واقلي ممكن خليتها خمرات بزاف ولا يعني تلاسقوا واحد شوية ومن بعد غادي نقرصوه محتي شوية بطو بش ما يجيوش متقسين من الداخل يجيو غلادو اسميتو ضروري عنا بطو محتي شوية بيدينا كيف ما كنتشوفوا معنا دبا انا كنهبطهم يعني قدرت واحدين كبر واحدين صغار ولكن هذوق صغار صدقوا ليحسن كيف ما كنتشوفوا هناك هنا واحد الفوقعات يعني نارة خامرة مزيان كيف ما كنتشوفوا يعني من بعد ما قرصتهم واحد شوية خليتهم يخمروا ومن بعد خضيت بيضاء يعني المحق ذك الصفر ديال البيض ومعها القليل من القهوة سرعة الدوابان وواحد القطارات ديال الحليب سوف يوكن ندهنو بيهم القرصات ديالنا او القرش لات من بعد ما خمروا المرات التانية سوف يكن ندهنو مزيان بعد الخالط وكن نرشوهم بزنجلان ومن بعد كن نسخنو الفران كندخلوهم كيطيبو من لتحت من بعد ما كيطيبو من لتحت كنطلعوهم من لفوق كيت حمروغي واحد شوية وكن حيدوهم تقربين واحد تلوت ساعة تم الساعة وهدوهم القرصات الصغار اللي درد جواوا رائعين وهنا من بعد ما خرجناهم من فران جوا محمرين والداد وبالخصوص هشاش من الداخل يعني ماشي متقصين يعني الحاجة اللي كتكون في الدار ماشي هي ديالزنقة ماشي هي اللي كتشري من الزنقة جربوه ما نمتأكده غادي يعجبوكم قولي دخل القاناة ديالي اول مرة وكيشاهد الفيديو يعني اللي عجبوه دير لايك ما فيها بس ويتابونه معنا غيك تشجيع باش نزيدو نديرو وصفات مزيانين ونزيدو نستمرو الى اللقاء وشكرا اللي كيشاهدوني دائما شكرا اليوم بزاف اشتركوا في القناة